اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد القائل اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم أيها المشاهدون الكرام ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كيف تقرأ القرآن الكريم في حلقتنا لهذا اليوم نتدارس آية كريمة من سورة مريم من الآية السابعة والعشرين وحتى الآية الثالثة والثلاثين لذا أرجو منكم أعزائنا أن تتابعونا في الصفحة السابعة بعد المئة الثالثة من المصحف الشريف تابعونا بعد هذا الفاصل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا أهلا بكم من جديد نأتي الآن أعزاءنا لدراسة الأحكام التجويدية في الآيات الكريمة وذلك من خلال المسابقة القرآنية التي يجريها البرنامج بين مدارس القرآن الكريم بمحافظة مسقط ولدينا اليوم فريقان من هذه المدارس الفريق الأول هو الفريق ألف من مدرسة القرآن الكريم بالموالح ويضم هذا الفريق الطالبين بدر بن ناصر العدوي أهلا بك يا بدر وسعود بن عامر الهنائي أهلا بك يا سعود كذلك الفريق الثاني هو الفريق باء من مدرسة القرآن الكريم بالمنومة وفيه الطالبان المعتصم بن أحمد السيابي أهلا بك يا المعتصم ومحمد بن عبد الله العلوي أهلا بك يا محمد حياكم الله يا أبنائي ضيوفا أعزاء في هذه الحلقة السؤال الأول لفريق مدرسة الموالح حكم الرائي من كلمة يا مريم هو التفخيم الترقيق جواز التفخيم والترقيق غير ما ذكر التفخيم التفخيم بارك الله فيك وإجابة موفقة أحسنت ننتقل إلى سؤال مدرسة المنومة حكم الألف من قوله تعالى يا أخت هو اللزوم الوجوب الجواز غير ما ذكر الجواز الجواز بارك الله فيك وإجابة موفقة أحسنت نأتي بعد ذلك إلى سؤال مدرسة الموالح يقول السؤال بيّن أحكام التنوين من قوله تعالى فأتت به قومها تحمله الآية نريد أحكام التنوين في هذه الآية الكريمة شيئا فريا نعم إخفاء حقيقي إخفاء حقيقي بارك الله فيك وإجابة موفقة سؤال مدرسة المنومة بيّن أحكام الميم الساكنة من قوله تعالى يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَسَهُ امرأة نعم اظهار شفوي اظهار شفوي للميم الساكنة بارك الله فيك أحسنت سؤال مدرسة الموالح اذكر أحكام الراءات مبينا سبب الحكم من قوله تعالى يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَسَهُ الآية هارون الراء مفخمة لأنها جاءت مظلومة جميل نعم ممتاز امرأة الراء مفخمة لأنها مفتوحة لأنها مفتوحة بارك الله فيك وإجابة سديدة ممتاز سؤال مدرسة المنومة اذكر أحكام للمئل مبينا سبب الحكم من قوله تعالى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا نريد أحكام لامئل في هاتين الآيتين الكتاب نعم لام مظهرة لماذا؟ لأنها جاء بعد لامئل حرف الكاف وحرف الكاف من حروف لام المظهرة ممتاز جدا أحسنت ممتاز ماذا أيضا؟ الزكاة نعم لام مضغمة لأنها جاء بعد لامئل حرف الزاي وحرف الزاي من حروف لام مضغمة وحرف الزاي من حروف الإدغام بارك الله فيك نعم ماذا أيضا؟ بالصلاة نعم لام مضغمة لأنها جاء بعد حرف اللام حرف الصاد وحرف الصاد من حروف اللام المضغمة والصاد من حروف الإدغام الشمسي وإجابة موفقة بارك الله فيك سؤال مدرسة الموالح حدد المدودة الأصلية من قوله تعالى فأشارت إليه إلى آخر الآية الكريمة نريد المدودة الأصلية في هذه الآية الكريمة فأشارت حرف الألف ماذا أيضا؟ قالوا حرف الألف جميل جدا وحرف الواو أيضا وحرف الواو أيضا بارك الله فيك جميل كان حرف الألف حرف الألف من كلمة كان ممتاز نعم صبيا حرف الألف حرف الألف من كلمة صبيا عند الوقف على الكلمة ممتاز هل هناك مدود أصلية أخرى في هذه الآية؟ إليه عند الوصل إليه؟ عند الوصل لا لا يا بني هنا الهاء لا توصل بياء لأنها وقعت بعد حرف ساكن إذن هذا الخطأ أسقط عنكم درجة هذا السؤال ننتقل إلى سؤال مدرسة المنومة يقول السؤال حدد مواضع الغنة مبينا أسبابها من قوله تعالى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقية وبرا بوالدتي نعم إقلاب أحسنت جبار لكني لم أسألك عن الحكم إنما سألتك عن موضع الغنة أين الغنة يا بني هنا؟ في التنوين في التنوين جميل ما سببها؟ الإقلاب سببها الإقلاب أو القلب نعم جبارا شقية نعم أين موضع الغنة؟ في التنوين في التنوين جميل سبب ذلك الإخفاء الحقيقي الإخفاء الحقيقي وإجابة موفقة بارك الله فيك سؤال مدرسة الموالح استخرج حروف طرف اللسان فوق الثنايا العليا والسفلى من قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا نريد الحروف التي تخرج من طرف اللسان فوق الثنايا العليا والسفلى وأوصاني حرف الصاد الصاد من وأوصاني ممتاز بالصلاة حرف الصاد جميل جدا ما شاء الله نعم والزكاة حرف الزاي والزاي من كلمة الزكاة وإجابة سديدة سؤال مدرسة المنومة استخرج الحروف التي تخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا من قوله تعالى فأشارت إليه الآية حرف الفاء من كلمة فأشارت جميل كيف حرف الفاء حرف الفاء من كيف نعم في حرف الفاء وحرف الفاء من كلمة في بارك الله فيك سؤال مدرسة الموالح أتلوا قوله تعالى الآية أمامكم الآيات ثلاث آيات نريد لها تلاوة مجودة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا بارك الله فيك يا بني وأحسن الله إليك تلاوتك جميلة ورائعة نأتي إلى سؤال مدرسة المنومة أتلوا قوله تعالى الآيات أمامكم يا أبنائي تفضلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا بارك الله فيك يا بني وأحسن الله إليك أيضا تلاوتك جيدة أحسنت إذن الآن بعد أن انتهت هذه المسابقة حصل فريق المنومة على ست نقاط بينما حصل فريق الموالح على خمس نقاط فيكون فريق المنومة هو الفائز في هذه الحلقة هيا يا شباب نحيي فريق المنومة نقول لهم أحسنتم وبارك الله أعطيكم ونتمنى حظا أو فراء لفريق مدرسة الموالح في مسابقات قادمة إن شاء الله تعالى الآن يا أبنائي لدي بعض الأسئلة لنتناقش فيها وفي إجابتها السؤال يقول حكم لا من الفعل من كلمة يجعلني هو الإضغام الإظهار جواز الإظهار والإضغام غير ما ذكر من يجيب تفضلي يا سرايا الإظهار الإظهار بارك الله فيك فعلا كما قالت زميلتكم حكم لام الفعل اللام الساكن من الفعل من كلمة يجعلني حكمها الإظهار لماذا يا سرايا لماذا قلت إن اللام هنا حكمها الإظهار من يجيب من يساعد سرايا في الإجابة تفضلي خذي ناقل الصوت لأنها لام الفعل لأنها لام الفعل نعم هي لام الفعل لكن لماذا أظهرت أنها عليها سكون هي عليها سكون لكنها أظهرت لأنه لم يقع بعدها لام أو را لم يقع بعدها لام أو را هنا وقع بعدها حرف النون وقع بعدها حرف النون ولذلك فإن حكمها يكون ماذا الإظهار إذا نقرأها هكذا يجعلني لو وقع بعد اللام حرف اللام مثلا مثل يجعل لكم يجعل لكم هنا اللام ساكنة وقع بعدها لام مماثلة لها فيكون حكمها الإضغام ندغم اللام الأولى في اللام الثانية وننطق لاما مشددا ولذلك تجدون هذه اللام التي حكمها الإضغام تجدون اللام الواقعة بعدها قد وضع عليها شدة في المصحف للدلالة على أن اللام الأولى مدغمة في اللام الثانية السؤال الثاني حكم الدال من كلمة ولدت هو الإظهار الإضغام جواز الإضغام والإظهار غير ما ذكر ما حكم الدال من كلمة ولدت من يعرف يا أبنائي تفضل يا سيف الإضغام الإضغام بارك الله فيك لماذا لماذا قلت إن الحكم هو الإضغام لأنهم متجانسين لأن الدال والتاء بارك الله فيك لأن الدال والتاء حرفان متجانسين الدال والتاء ماذا حرفان متجانسين انظروا يا أبنائي حينما ننطق الكلمة نقرأها هكذا ولدت ولدت لاحظوا أن الدال غير موجودة أين ذهبت الدال أدغمت الدال في التاء ونطقنا تاء مشددة لماذا أدغمنا الدال في التاء لأن الدال والتاء يخرجان من مخرج واحد ما هو مخرج الدال والتاء من يبينه لنا مخرج الدال والتاء من أين يخرج هذان الحرفان تفضلي يا ملاك طرف اللسان أحسنت يا ملاك يخرجان من ظهر طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا لاحظوا حينما نقول إد إد انظروا إلى اللسان تجدون صوت الدال والتاء قد انتهى في مكان واحد انظروا إد إد إذن هذان هذان الحرفان يخرجان من نفس المخرج ولذلك حينما يقع تقع الدال ساكنة وبعدها التاء فإن الدال تدغم في التاء وننطق تاء مشددة أتمنى يا أبنائي أن تكونوا قد استوعبتم هذه الأحكام لتطبقوها عند تلاوتكم للقرآن الكريم بقي لنا أعزائنا المشاهدين من فقرات هذه الحلقة أن نستمع لتلاوة حمزة وملاك ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أهلا بكم من جديد نستمع لتلاوة حمزة وملاك تفضل يا حمزة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك رأسوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا بارك الله بك يا حمزة تفضلي يا ملاك أكملي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بارك الله فيكما وأحسن إليكما على هذه التلاوة الطيبة والشكر لكم أنتم أيضا أعزائنا المشاهدين على متابعتكم لهذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم وفي لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى فإلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القرآن 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 اشتركوا في القرآن